السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياتكم الله شباب اليوم درسنا الجهاز الهضمي وأول سؤال يطرح على مسامعكم ما هي فائدة وما هي وطيفة الجهاز الهضمي بكل بساطة سوف نقول أن الجهاز الهضمي هي وظيفة وظيفته هي عملية تحويل المواد الغذائية المعقدة التركيب إلى مواد بسيطة التركيب يستطيع جسم الإنسان امتصاصها وعندما نريد يا شباب أن نقسم جهاز الهضمي بالتسلسل فسوف نقول أنه يبدأ بالفم ثم البلعوم ثم المريء وبعدها تأتي المعدة وبعد المعدة تأتي الأمعاء الدقيقة وبعد الأمعاء الدقيقة الأمعاء الغليظة ومن ثم بعد ذلك المستقيم وفي الآخر سوف يكون الشرج يا شباب كما موضح أمامكم هذا هو الجهاز يعني بصورة أو بأخرى وبهذا المجسم راح نلاحظ أنه يبدأ يبدأ وين يبدأ بالفم وهناك عملية هضم للمواد الغذائية وتبسيطها من مواد معقدة إلى مواد بسيطة كما أسلفنا الذكر عن المواد الغذائية الموجودة فيها الإنسان التي استفاد منها الإنسان هي ثلاث مواد أساسية هي الكاربوهيدرات والبروتينات والدهنيات فلنلاحظ هنا يا شباب أن عملية الهضم تبدأ أين؟ تبدأ بالفم وبمساعدة الغدد أو التي تفرز هذه المواد التي تساعد على عملية الهضم فعندما نلاحظ أن اللسان أول عضو وهو الذي تعريفه وهو عضو عضلية وسط الفم ويرتبط بجزءه الخلفي بقاعدة الفم أما وظيفته في تدوير اللخمة ودفع اللخمة متجاه البلعوم كما سوف نلاحظ في الفيلم لأمامك أو للمجسم ستلاحظون هذا الشكل بالصورة أمامك كل الجهاز الهضمي لأمامك أما للأسنان اللي أحنا أخذناها سابقا طبعا لللسان وظيفة أخرى هي التذوق في براعمة ذوقية اللي موجودة وين؟ موجودة في اللسان على سطح اللسان طبعا بعدها تأتي وظيفة الأسنان وهي عملية تقطيع الطعام ويتم بواسطة أربع أسنان في كل فك وطحن الطعام بواسطة أدراس وتمزيق الطعام بواسطة الأنياب ومن هنا نلاحظ أن الجهاز الهضمي يا شباب ويبدأ بهذا التركيب وبمساعدة الأسنان تقطيع الطعام وبمساعدة إنزيم التايلين الذي يقوم بعملية عملية هضم الكاربوهيدرات وهي أول مرحلة تكون فيها الهضم الكيميائي بعض الهضم الهضم الميكانيكي عن طريق الأسنان وعن طريق إيش عن طريق حركة تقليب اللسان للطعام بصورة تجعل الطعام يمتزج بعد تقطيعه باللعاب حتى يتم تبسيطه بالمرحلة الأولى بشكل تستطيع عملية مضغه وبعد ذلك يعني إرساله أو دفعه عن طريق اللسان إلى الجهة الخلفية كما تلاحظ يا شباب أنه أول مرحلة كما بيين في هذا الفيديو اللي أمامك أنه شوفوا نحن نبطع السرعة حتى تستطيع أن ترى عملية التقطيع بالفم فإن شاء تلاحظ هذا أول جزء بالجهاز الهضمي هو الفم لاحظ الفم واللسان هذا اللي كما أسلفت اللي قلنا أنه شوه هذا جهو الفموي الفمي اللي كما ذكرت أنه متصل بالعوم الجهة الخلفية ويقوم بعملية تقطيع الطعام إضافة وهو طبعا عضو عضلي ووجود لسان مزمار تلاحظ في أسفل بعد اللسان يوجد لسان مزمار الذي يمنع يمنع من عمالية مرور المواد الغذائية إلى القصب الهوائية ومن تشوف راح تلاحظ هناك يأتي بعد البلعوم المريء هذا اللي باللون الأزرق وإحنا كما أسلفنا الذكر أو نعرف أنه دوله 25 سنتيم ثم بعد ذلك تأتي المعدة هذا اللون الأزرق اللي أمامك راح تلاحظ أنه هذه هي المعدة وبعد المعدة طبعا هي تكون في الجهة البطنية وبعد المعدة راح تجينا الأمعاء مقسمة إلى نوعين راح تلاحظ هذا الجزء على الغليظة والدقيقة شوف على التصوير يبدأ عملية القضم الطعام ثم إرساله إلى البلعوم أو المريء ورح أنت خليك معي نجي على جزء الثاني واللي هو المريء وهو عبارة عن أنبوب وهو عبارة عن أنبوب عضلي يبلغ طوله 25 سانتم وجداره عضلي ومخاطي يتقلص وينبسط من أجل دفع الطعام باتجاه المعدة ويرتبط من الأمام بالبلعوم ومن خلف بالمعدة عن طريق الفتحة الفؤادية شوفوا هاي الصورة تلاحظون عملية تقطيع الطعام بالأسنان واللسان يقوم بعملية تقليبه ومسجه بإيش باللعاب اللي هو يحاوي على أنزيم التايلين المسؤول عن هضم الكاربوهيدرات ثم بعد ذلك أنا نكمل الأسئلتنا وتعريفنا للأجزاء المهمة للأجزاء للجهاز الهضمي بعد ذلك يا شباب بعد الأسنان والمريء تأتينا المعدة وهي عبارة عن كيس عضلي يوجد تحت الحجاب الحاجز إلى الجهة العلوية من البطن ويحاط من الخارج طبعا يحاط من الخارج بالبريتون ويكون جدرانها من الداخل وتكون جدرانها من الداخل متعرجة حاوية على عصارات الهاضمة تتصل من الأعلى بواسطة الفتحة الفؤادية ومن الأسفل تتصل بالأمعاد الدقيقة بواسطة الفتحة البوابية فعندما يتينا السؤال عدد وظائف المعدة سوف نقول أولا خلط الطعام من خلال الحركة التموجية للمعدة ثم طبعا راح يشوف بالفيديو اللي أمام اللي تشاهدوه يعني راح يشوفون العملية متسلسلة من الفم وإلى باقي الأجزاء الجهاز الهضمي فإذن خلط الطعام من خلال حركة التموجية للمعدة إفراز حامض الـ HCL المخفف والذي يجعل المحيط حامضيا للعمل أنزيمات الهاضمة ثالثا إفراز أنزيم البليبسين الذي يجزء البروتينات الأحماض أمينية ورابعا امتصاص الماء والأمداح كما أسلفت الذكر فأن الكربوهيدرات تفرز في تهضم في الفم ثم عندنا البروتينات تهضم في المعدة ليش لأن وجود إنزيم البليبسين الذي يكون موجود أصلا ويتكون تفرز في المعدة بعد جعل الوسط حامضيا عن طريق HCL فعنده من التعاليل المهمة اللي راح تجينا أو الأشياء المهمة وجود الـ HCL في المعدة لماذا سوف نقول حتى يجعل الوسط حامضي هنا نلاحظ يا شباب في الفيديو أيضا نفس المقطع الأول أنه هذا الغدد التي تقوم بعمل فرز اللعاب بثلاث مرات تحت اللسان تحت الفكية وشوفوها أمامك اللي كما بالصورة اللي تشوفها هي التي تقوم بعملية فرز اللعاب نعود إلى الإكمال الأسئلة أو لنمعرفة فأدت الأمعاد الدقيقة بعد المعدة تأتينا وهي أنبوب عضلي طوله من 6 إلى 7 متر مغلف من الخارج بالبريتون وجدرانه الداخلية عضلية لا إرادية يحتوي على زغابات وتقسم أيضا وتقسم العماء الدقيقة إلى 12 والصائم واللفائفي أما بالنسبة للزغابات التي تكون داخل الأم اللفائفي وهي عبار عن بروزات توجد فيها جدار الداخلي للمعاء الدقيقة وظيفتها امتصاص المواد غذائية المهضومة ثلاثة طبعا اللفائفي وهو القسم الأعظم من أمعاء الدقيقة ويتصل من الأمام بالصائم ومن الخلف يتصل لأمعاء الغليظة تمام شباب فشوفون هذا قدامكم وشوان يقسم منه أو يحتكين الغلد اللعابية ما يفوتني أنه أكد لك أنه تهضم النشويات بالفم كما أذكرت لا يكتمل هضم الكربو هدرات بصورة تام إلا يعني تبقى إجزامة مهضومة فبعد مزج الطعام مع الكربو هدرات ويذهب إلى المعدة تكمل عملية الهضم هناك يسمى يسمى جزء في الاثنى عشر بالصائم لماذا يقول جزء بالاثنى عشر يسمى بالصائم وذلك أنه لا يبقى فيه طعام ويكون خالي عند وفاة الشخص تمام خلي ببالك شوف هذا الفيديو شوف هذا الفيديو لأمامك وهذا اللسان مزمار كيف منع الطعام من عملية دخول القصب الهوائية ولو حصل هذا الشيء راح تلاحظ نفسك أنه أنت تقوم تقح حتى تطلع أي شيء يدخل ممنوع عدل الهواء يدخل في القصب الهوائية وشوف أيضا هذا هنا المعدة كيف تقوم عملية في هذا الهضم الآلي لشوف أمامك تقوم عملية مزج بحركة موجية بالمعدة بإضافة للهضم الكيميائي عن طريق الليبسين كما أسلفة الذكر راح تجي لبعد ذلك الأمعاء الغليظة واللي هي تجي بعد إيش بعد الأمعاء الدقيقة وما يميزها أنها مقسمة إلى بدايتها تبعا يكون بالأعور ثم القولون الصاعد والقولون هذا الأمعاء مكشوفه المستعرف والنازل ثم المستقيم ثم الشرج من الأشياء المهمة التي تركز عليها لماذا لا تحدث الأمعاء الغليظة على زغابات وذلك لأنه لا تتم عمل انتصاص الطعام في أمعاء الغليظة وهناك إذا قلنا لماذا توجد الزغابات في أمعاء الدقيقة حتى تعيق حركة الطعام قليلا ومن ثم بعد ذلك حتى تتم عمل انتصاص واستفاد جسم من أكبر كمية من الطعام الموجود الطعام المهروم اللي موجود يا شباب بالمعدة بعد هذا بعد الهضم بالأنزيمات تكون كتلة غذائية تسمى الكيموس وبعد ذلك اللي بعد دفعها قبل دفعها إلى تحويل المطق الغذائية إلى كيموس ودفعها معها الدقيقة حتى تتم عملية الامتصاص وأكمال عملية الهضم أما بالنسبة الغذة الملحقة كما تشوف قدامك وشفت بالصورة اللي أمامك هذا الكبد والبنكرياس وطبعا الغذة اللعابية وعددها ثلاثة أزواج البنكرياس والكبد من الريد نرجع لل للتعريف أو لتقسيم الأمعاء الغليظة كما ذكرت الأعور والقولون وبدوره القسم إلى قولون الصاعد ومستعرض والنازل تعريف الزائلة الدودية اللي هم رح تشوفها إن شاء الله بهذا الفيديو اللي أمامك وهي عبارة عن أنبوب صغير مغلق يشبه الدود يرتبط بالأعور تعريف الأعور وهو عبارة عن تركيب كيس يعتبر بداية لمعه الغليظة ويتصل بالزائد الدودية ويكون موقع موفد جسم في الناحية السفلة من البطن نرجع نقول تعريف جزيرات لانقرهاز أشياء المهمة اللي لازم تركز عليها وهي عبارة عن تجمعات خلوية توجد على غشاء غلث من كرياس وتقوم بأفراز هرمون وسميت بهذا الاسم نسبة للعالم اللي اكتشفها تعريف الكبد واللي هذا صورت أمامك اللي بدأ يعني توضيح إليه هو عضو اسفنجي بنية اللون مكون من فصين أيسر صغير وفص أيمن كبير ويقع في الجهة اليمنى العليا من الجسم وسؤال وزاري دائما نجي عدد وظائف الكبد إفراز المادة الصفراء التي الزائدة على كلايكوجين ثانيا وأيضا يا شباب يحول البروتينات الزائدة عن حاجة الجسم إلى يوريا تطرح خارج الجسم رابعا يقوم بتصنيع النزيم الهيبارين الذي يمنع تخثر الدم داخل الجسم من الإنسان وأيضا يصنع سابق الخثرين ومولد الليفين الفايبرونيوجينين وهذا ما يوضح أهمية الكبد وبعد ذلك نأتي إلى شيء آخر وهو تسمية جديدة واسم جديد ومصطلح آخر وهو الهضم يعني يبدأ عملية الهضم أو عملية الهضم في الفم يبدأ الهضم أو معنى الهضم هو عملية تبسيط المواد المعقدة إلى بسيطة أو تجزئة المواد المعقدة وتحويلها إلى مواد بسيطة حتى يسل هضمها وتبدأ عملية الهضم أين في الفم بهضم الميكانيكا خلال تقطيع الطعام بالأسنان وأفراز اللعاب والأنزيم التايلين وهو هضم المواد النشوية تحويلها لسكريات بسيطة بعد ذلك تأتي عملية الهضم في المعدة وهي مثل مذكرة هي بسجة الطعام وتقريبها من خلال حركة المعدة المتعرجة وبعد ذلك إفراز حامض الوسط حامضي وما يجعل عمل الأنزيمات الهضم فعال تحويل المواد الغذائية لكيموس دفع الغذاء لأمعاد دقيقة وعملية الهضم في أمعاد دقيقة تكتمل ومن ثم إفراز المادة الصفراء لسعني بعض الأنزيمات الهضمة وإضافة لهضم الدهنيات إفراز أنزيمات البنكرياس والغدل الهضمة لهضم الدهنيات والبروتينات والكوربوهيدرات وأنه البنكرياس يقوم بعملية إفراز هذه المواد الأنزيمات الهضمة حتى يهضم ما تبقى من الطعام الغير مهضوم وتحويله الغذاء إلى الكيلوس وهنا يأتي إلى تعريف الكيلوس وهو سائل كثيف القوام ناتج من تحويل الغذاء في أمعاد دقيقة وهو سهل الامتصاص من جدران الأمعاء لو نجي إلى سؤال ما هو أو وضح عملية الامتصاص نقول يتم أو تتم عملية الامتصاص بواسطة الزغابات ويتم نقل الأحماض الأمينية والسكريات عن طريق الدم ويتم نقل الأحماض الدهنية والكلسرين بواسطة اللمث تعريف التمثيل الغذائي أو الأيضي الأيض وهو تحويل مواد غذائية الممتصة من قبل لمعاد دقيقة إلى مواد حية تضاف إلى الجسم للبناء أو التعويض الخلايا التالفة نجي بعد ذلك الجهاز الهضمي حاله وحال أي جهاز آخر يصاب بأمراض يعني يخلي الأمراض اللي هنا على شكل سؤال وجواب ما هي أعراض الأمراض التالية الكوليرا التيفويد والزحار الأميبي رح أقول الكوليرا الأعراض هي التقيئ والإسهال الشديد بدون ألم في الأمعام مع ارتفاع درجة الحرارة في بداية الإصابة ويكون لون الغاث سائل نشبه الفوح التمن مع جفاف شديد في الجسم وفقدان كبير لوزن الجسم وتجاعد الجلد وبعدها يفقد الإنسان قدر على الحركة وانخفاض في درجات الحرارة التيفويد ارتفاع درجة الحرارة أعراضه مع صداع شديد وفقدان الشهية وضعف عام وأيضاً الزحارة الأميبي من أعراضه مغص معوي وأسهال ويكون الغاث مخلوط بالدم وذو رائحة كريهة ونحول عام بالجسم وحمى خفيفة طبعاً هذا يعني ملخص للفصل والأشياء المهمة بعد عملية الحذف ونحن نكمل بهذا الفيديو كما تشوفون أنه عملية شون اللي لاحظتوا شون عملية مادة الصفراء تستطيع عملية هضم إيش الدهنيات وتفتيتها وتبسيطها حتي يتمكن الجسم من استباد منه راح نلاحظ هسا بالفيديو راح يجينا شنو راح يجينا الغد الأخرى اللي هي البنكرياس يا شباب بس خليكم مع الفيديو اللي أمامك التوضيحي لعمل المادة الصفراء كما موضح بالصورة لأمامك البنكرياس اللي راح يطلع عمامك هسا يا شباب راح تشوف يعني شكله ووجوده ومكانه وهو يقوم بعملية إفراز نوعين من الأنزيمات هذا البنكرياس من الأنزيمات الأنزيم الأول هرمون الأنسولين والأنزيمات الهاضمة والتي له دور كبير وفعال في عملية هضم ما تبقى من المواد الغذائية عن طريق هذه الأنزيمات ومن جدارة الانجراز وأيضا الأنسولين الذي له دور كبير جدا وفعال في عملية الحفاظ على نسبة السكر بالدم هتلاحظ هذا مكان البنكرياس اللي هو يكون تحت المعدة أمامك بهذا الشكل اللي بالصورة هذا زلو تلاحظ لاحظ هاي الصورة الكبد والمعدة البنكرياس والأمعاد الدقيقة والغليظة متمثلة بالقولون ثم المستقيم وفتحة الشرج كما موضح بالشكل اللي أمامك احنا بصورة عامة يا شباب يعني ما يهمنا بهذا الفصيل أنه الأسئلة الوزارية اللي دائما تتوارد ولا أمن تجي تكون محددة يعني بقيم معينة ولو أنه احنا يعني بعض التحديثات وبعض الحديث اللي صار ما يهمنا لكن نحن نريد نتعلم هذه بين الصحة العامة اللي هي مطلوبة من عدنا بالشكل اللي نتكلمنا به و يعني نستمر به حتى نهاية العام الدراسي ويتكلم ان شاء الله بنجاحكم راح تلاحظون أشوف هسه هذا البنك رياس وهذا مكانه مثل ما شفنا و راح تلاحظون هسه راح يجيك فيديو توضيحي لدخول الطعام اللي معاه الدقيقة شوف اللي معاه الدقيقة كما موضح شوف هذا اللفائفي بالصورة الحية لللفائفي بهذا الشكل وشوف الطعام شون يدخل إلى اللفائفي وبعدها راح يتوضح لك يعني وجود الزغابات وليش وجود الزغابات احنا اذكرناها وأرد أعيدها لكم وجود الزغابات يا شباب أو لماذا وجود الزغابات حتى تبطأ من حركة المواد الغذائية المهضومة حتى يهتم امتصاص أكبر كمية من المواد الغذائية وتهي تكون غنية باللوية الدموية التي تستطيع عملية ايش عملية امتصاص المواد الغذائية راح تلاحظ شوف هذا بهذا شوفوا هاي شكل الزغابات داخل ايش داخل اللفائفي شوفوا بهذا الشكل يا شباب بهذا الشكل تقوم بعملية الامتصاص وتكون غنية شوفوا هاي لوعيد نموية اللي تكون متغنية من الداخل حتى تأخذ أغلب أو أكبر كمية من المواد الغذائية اللي موجودة في الامعاء بعد ذلك تطرح أو تدفع الفضلات أو ما تبقى من الماء غير مهضوم إلى وين الامعاء الغليظة شوف هذا بهذا الشكل بهذا الشكل وهي لا تحتوي على ايش على زغابات ثم تكتم سوى امتصاص كمية من الماء أو بعض الماء وعادته للجسم ثم تبقى إلى المستقيم والفتح يعني حتى يأتي وقت تشوف إلى الشرج وخروجه خارج الجسد هذا باختصار وطبعا هذا الزغابة وهذا رسمها كما موضح أمامك وتشوف أنه هي تحتوي على خلية ظاهرية وهاي الشرايين والأوردة والمعوية وشريان المعوي وهذا الأنفاو كلها أمامك واضح الصورة يعني هم هنهانا نسميها احنا بايش الزغابة أو رسم الزغابة تمام شباب بالآخر ويعني نهاية هذا الأمر ونهاية هذا الفيديو أنه أنا حبيت أوضح لك المختصر بشكل مبسط بسيط جدا ليش حتى تعرف أهمية هذا الجهاز وأنه يمد الجسم بالطاقة عن طريق تبسيط المواد الغذائية المعقدة وجلبها وتبسيطها لباقي أجزاء الجسم يا رب يكون يعني أقدرت يعني أبجهة الإمكان وإحنا بهالظروف اللي إحنا بيها وبسبب جائحة كورونا والدراسة عن بعد أنه أستطيع أنه أوضح ولا بشكل مبسط جهد الإمكان ويا رب يحفظكم الله وتحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته